من الطرق المستخدمة في تقويم التعبير الكتابي هي طريقة التقويم من خلال سجل الإنجاز التراكمي أو سجل الأداء الكتابي أو ما يعرف بالبرتفوليو. تعتبد هذه الطريقة على إتاحة الفرصة للتلميذ للكتابة في أحد الموضوعات على مدار مجموعة من الأسابيع ربما على مدار مجموعة من الشهور على مدار العام الدراسي كله. يقوم التلميذ بتوثيق كل ما يكتبه وبالكتابة في مجالات مختلفة وينوع التلاميذ في الموضوعات التي يكتب فيها وفي المجالات التي يكتب فيها. الهدف من هذا التنويع أن التلميذ يريد أن يعطي صورة كاملة عن مهاراته في عملية الكتابة. هذه الطريقة الحديثة في تقويم التعبير الكتابي تعود إلى فكرة بسيطة هو أننا لا يمكن أن نحكم على مهارات التلميذ في عملية الكتابة من خلال موقف واحد. وإنما يجب أن نعطي للتلميذ فرصا متكررة للكتابة أكثر من مرة في أكثر من موضوع في أكثر من مجال. يقوم التلميذ بتوثيق نماذج من كتاباته. هذه النماذج التي يرى أنها جيدة وأنها تستوفي معايير الكتابة المطلوب منه أن يستوفيها. تستوفي مهارات الكتابة المطلوب منه أن يتقنها. ثم يذهب التلميذ بهذا السجل إلى المعلم حيث يشترك ثلاثة من المعلمين على الأقل في قراءة سجل التلميذ الكتابي في الإطلاع على ما قام التلاميذ بكتابته من موضوعات. ويعطي كل منهم درجة للتلميذ ثم يؤخذ متوسط هذه الدرجات للحكم على مستوى التلميذ في عملية الكتابة. لا شك أن استخدام سجل الأداء الكتابي هو من أفضل الطرق لتقويم الإنجاز الحقيقي ولرصد وتسجيل وتوثيق التقدم الفعلي للتلميذ في عملية الكتابة.